بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد عليه أفضل صلاة وتم التسليم وحييكم جميعا طلاب وطالبات الصف الرابع ابتدائي لبرامج ومعاهد التربية الخاصة اليوم مادتنا التربية الإسلامية للفصل الدراسي الأول للعام الهجري 1443 للهجرة معكم المعلمة عهود مطيري قبل بداية أي درس هناك توجيهات قبل بدء درسنا الافتراضي من خلال قنوات البث الفضائية قنوات عين المعروضة أمامي أول توجيه أطلب منكم يا أبنائي وبناتي أن أختار وأجلس المكان المناسب البعيد عن الإزعاج أو الضجيج أن أعرف أوقات بث المواد التي أريد أن أتعلمها في الجدول المعروض في قنوات عين متى يعرض درسي هل هو صباحي أم مسائي ثلاثة أن أجهز أدواتي المدرسية الكتاب المدرسي الأقلام أن أستمع جيدا إلى شرح المعلم الذي أمامي أتابع الدرس حتى ينتهي لكي أستفيد من المهام التعليمية المطلوبة لديه آخر توجيه هو موجه لأولياء الأمور أطلب منهم التواجد أثناء الدروس المعروضة في قنوات البث من أجل التوجيه والمساعدة والإرشاد لطلاب وطالباتنا ما هو عنوان درسي اليوم؟ أريد أن أعرف عنوان درسي اليوم هي صور من صور القرآن الكريم هي صورة الماعون صورة الماعون الأهداف التعليمية التي دائما نسعى لتحقيقها في كل درس من دروسي مادة التربية الإسلامية هدفي الآن تعليم صورة الماعون ما هي الأهداف الخاصة؟ أول أهداف الفرعية التي سوف نطبقها في درس اليوم أن يستمع الطالب والطالبة إلى آيات صورة الكرسي أن يردد الطالب والطالبة آيات صورة الماعون مع المعلم أن يتعرف الطالب والطالبة على معاني آيات صورة الماعون أن يشير الطالب والطالبة إلى آيات صورة الماعون أن يتلو الطالب والطالبة صورة الماعون أن يحفظ الطالب والطالبة صورة الماعون هذه هي الأهداف التي سوف نسعى لتحقيقها في درس اليوم ماذا أشاهد؟ كتاب الله عز وجل وهو القرآن الكريم اليوم درسنا صورة الماعون أين توجد صورة الماعون؟ في القرآن الكريم وهو كتاب الله أنزله على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وهو آخر الكتب السماوية لماذا أنزل القرآن؟ لماذا أنزل القرآن؟ ألا الأمة الإسلامية؟ ألا الأمة جميعا؟ لماذا؟ ليهدي الناس ممتاز ليهدي الناس إلى عبادة الله وحده لا شريك له الناس في السابق كانوا يعبدون الأصنام والأوثان وكانوا في جهل فالله بعث نبينا محمد ومعجزته ما هو؟ القرآن الكريم ليهدي الناس إلى طريق الحق ماذا؟ أنزل القرآن ممتاز ليحكي لنا قصص الأقوام السابقة لتعلم من هذه القصص أنزل القرآن يبشرنا بطريق الحق ويبشرنا بالجنة وينذرنا من النار القرآن الكريم يربي المسلم والمسلمة على الأخلاق الجميلة كأخلاق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الآن أريد أن أسترجع ما عرفته في الدرس السابق ماذا تعلمت في درسي السابق؟ تعلمت صورة المعون أستخرج صورة المعون في القرآن الكريم أين مكانها؟ أين صورة المعون؟ ممتاز هنا مكانها صورة المعون أين توجد بالقرآن؟ هنا عرفت مكانها؟ عرفت عدد آياتها؟ هل هي صورة مكية أم مدنية؟ ما هي صورتنا؟ صورة المعون تقع في الجزء الثلاثون من أجزاء القرآن الآن أنتقل إلى النشاط ما اسم الصورة التي تعلمتها؟ أشاهد ما هي هذه الصورة؟ هل يلد بها عنوان؟ لا سوف أستخرج عنوان هذه الصورة أو اسم هذه الصورة أستخرج اسمها هل هي صورة الإخلاص أم صورة المعون؟ أطابقوا البطاقة المناسبة لهذه الصورة ما هي؟ أحسنتم صورة المعون هذه الصورة اسمها صورة المعون أصل الصورة بما يناسبها صورة المعون تحتوي على عدد آيات هل هي تسعة أم سبعة؟ كما عرفت صورة المعون؟ عدد آياتها كم؟ ممتاز سبعة آيات صورة المعون أشير بيدي إلى سبع رقم سبعة أسوف أحفظ إن شاء الله السبع آيات في صورة المعون صورة المعون نزلت على نبينا محمد أين؟ أين نشاهد الصورة أين؟ أحسنتم نزلت في مكة القرآن لم ينزل كاملاً نزل على فترات بعضها نزل على النبي محمد صلى الله عليه وسلم في مكة وبعضها في المدينة نزلت صورة المعون أين؟ مستعينة بالصورة ممتاز بمكة أصل الصورة بما يناسبها نزلت ممتاز الصورة مكية الصورة من الصور المكية والصورة المكية دائماً ماذا؟ أحسنتم دائماً صغيرة صورة المكية دائماً صغيرة الآن أقرأ آيات صورة المعون بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتين ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون المعون ما اسم صورتنا اليوم؟ صورة المعون حفظنا كم آية؟ أحسنتم حفظنا آيتين من صورة المعون الآية الأولى بسم الله أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتين ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون المعون ماذا حفظنا يا أبناء وبناتي؟ الآية الأولى نقرأها سويا بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين ما هو المقصود بالدين؟ الله سبحانه وتعالى خلقنا لعبادة الله وحده لا شريك له وسوف تكون لنا نهاية في الآخرة أما جنة وأما نار خلقنا لعبادة الله واتباع أعمره واجتناب نواهيه من هم الذين يكذبون بالدين؟ من هم أحسنتم؟ الكفار هم الذين يكذبون بالدين ما هو يوم الدين؟ هو يوم الحساب ويوم القيامة ويوم الجزاء عندما نتلقى أعمالنا في الآخرة من سوف يحاسبنا؟ هو الله سبحانه وتعالى فالكافرون لا يؤمنون بهذا اليوم بيوم الحساب ولا يوم العقاب ولا يوم القيامة نحن مسلمون نؤمن بهذا اليوم أن الإنسان المسلم سوف يبعث يوم القيامة وسوف يحاسب على جميع أعماله التي قام بها أرأيت الذي يكذب بالدين؟ ما هو يوم الدين؟ أحسنتم هو يوم القيامة يوم البعث ويوم الجزاء والحساب هذه الآية التي حفظناها رقمها واحد أرأيت الذي يكذب بالدين؟ ما هو يوم الدين؟ أسترجع أحسنتم هو يوم الحساب فالكفار هم الذين يكذبون بيوم الحساب ويوم البعث الكفار هم الذين لا يؤمنون بيوم الحساب ولا يوم البعث فالله سبحانه وتعالى يخاطب النبي أرأيت الذي يكذب بالدين؟ من هم؟ أحسنتم هم الكفار الذين يكذبون بالحساب وبجود العقاب والجزاء الآية الثانية ما هي؟ بسم الله الرحمن الرحيم فذلك الذي يدعو اليتيم أشاهد الصورة ماذا أشاهد في الصورة؟ ماذا أشاهد؟ هناك بعض الأشخاص يقهرون الأطفال نشاهد يقهرون ماذا؟ الأطفال ما معنى اليتيم؟ ما هو اليتيم يا أبنائي وبناتي؟ المقصود به الآية اليتيم هو الطفل الذي فقد والده الطفل الذي فقد والده اليتيم هو الطفل الذي فقد والده من صفات الكفار ما هي؟ كانوا يعذبون اليتيم ويغضبون من اليتيم ولا يرحمون اليتيم فدين الإسلامي دين رحمة ويرحم ماذا؟ يرحم اليتيم ويعطف عليه لا نظلم اليتيم الدين الإسلامي يحف أنه لا يظلم اليتيم هذه الصورة تعبر عن حال الكفار وهو ما هو؟ تعذيبهم ودعهم لليتيم كانوا يعاملون اليتيم بعنف وعدم الرحمة أرأيت الذي يكذب بالدين؟ حفظناها فذلك الذي يدعو اليتيم حفظناها اليوم إن شاء الله سوف أحفظ الآية الثالثة نستمع بسم الله الرحمن الرحيم وَلَا يَحُظُّ عَلَا طَعَامِ الْمِسْكِينَ وَلَا يَحُظُّ عَلَا طَعَامِ الْمِسْكِينَ سوف أقوم بحفظ الآية رقم ثلاثة أكررها من خلال قنوات البذل من خلال القارئ لكي أتمكن من حفظها سوف نكمل في الدرس القادم إن شاء الله معنى هذه الآية ما هو معناها وسوف أطلب منكم حفظها وتعميم ما حفظته في حياتنا اليومية وقراءتها في الصلوات المكتوبة شكرا جزيلا أبنائي وبناتي لحسن استماعكم